اشتركوا في القناة 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 وراء ظهر اشتركوا في القناة 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 للي حواليها راح فاشل طب الله فهو راح عرف من حد طبعا انها قالت فهو راح رايح من ناحية تانية وقالت له انت ازاي قلت هو مين قالك انك اننا نبقت به ده ربنا بجلالة قدروا مهتم بالموضوع ده وحطو لنا في اخر كتاب اخر ميسج للبشرية حطط لنا يعني خناء بتاع بتاع ستات يعني زوجات النبي فهو محمد عشان لا بيثق في نفسه ولا بيثق في زوجاته ولا بيثق في أصدقائه حتى ومين اللي مؤمن ومين اللي مش مؤمن بيقول لهم انا ربنا بيفتن عليكم اي حد فيكم مجرد انه بيفكر يقول حاجة ربنا ده حتى زوجاتي ربنا بيجي يقول لي خلي بالك دول بيعملوا حاجات مش كويسة وبيقولوا عليك كلام مش ظريف ممكن نقول رقيب وعتيد هي المخابرات الإلهية اه طبعا واحد بيكتب كل حاجة عملت لا ده مخابرات كمان ذاتية يعني مش ان هو بقى مسلط لك ده بيخليك انت ترقب نفسك وعشان انت يعني شاكك ان فيه ملايكة بترقبك وبتكتب وراك وشاكك ان ربنا يعلم وخائنات الأعين وبيكتب وراك وما انتش عارف بقى من القرين مع رقيب مع عتدي ده ده جهاز متشابك فانت ترقب نفسك في نفسك وتقول ايه لا بلاش احسن بلاش اعمل دي احسن اه بقى اروح اقول للنبي احسن فهو ده اللي كان عايزه عشان كده كان عايز يجمع الناس خمس مرات في اليوم للم ايه الحكمة ايه 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 الدين اللي بيجمع ناس خمس مرات في اليوم عشان يصلوا في مسكت وما فيش رخصة من حد يصل في بيته حتى لو اعمع قال له بتيسمع الادان قال له باسمع الادان قال له تيجي وقال لك كنت عايز اروح احرق عليهم بيوتهم مش ان هم تركوا الصلاة لأ ده بيصلوا في بيته انا عايزهم كلهم حواليا انا مش عايز حد يخني انا مش عايز حد يسيبني يعني شخص فيه يعني بقول له big brother is watching you big brother is watching you واحنا شايفينكم لو محطتوش لايك رقيب وعتيد حيامل شغل معكم اشتركوا في القناة